اي باب تدقة مرة ومرتين وثلاثة واربعة لازم يفتحوا لك الباب لازم صاحب البيت يفتح لك الباب اتخيل انت تطرق باب الباري عز وجل اكرم الكرماء مرة ومرتين وثلاثة واربعة وعشرة ومية و الف و مليون كل ما اكثرت من طرق باب الله سبحانه وتعالى يجي يوم اللي يفتح لك هذا الباب بس وين واليمته بالصلاة بالصلاة تعال اسمعوا اياي النبي صلى الله عليه وآله يقول لابي ذر رضوان الله تعالى عليه يا ابا ذر انك ما دمت في الصلاة فانك تقرع باب الملك الجبار ما طولك بوقت صلاتك اصبح اي وقت صلاة انت ما طولك هذا الوقت هاي الدقائق اللي انت بالصلاة انت قاعد تطرق باب الباري عز وجل ما دمت في الصلاة فانك تقرع باب الملك الجبار ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له اذا كثرت من دق الباب وباب الملك مو اي باب لازم ينفتح لك الباب وهنيالك اللي عندك حاجة وتذكر هذا الكلام بأنه بالصلاة الدعاء مستجاب وأكروا يعني ناشرها الامام الصادق عليه السلام انه طلبوا من الله سبحانه وتعالى ليمت بالمكتوبة المكتوبة يعني الصلوات هاي الخمس اوقات الخمس الفروض مهال الصلاة بيها الدعاء مستجاب هذا وقت جدا مهم الكلام من كتاب مكارم الاخلاق الباب الثاني عشر في نوادر الكتاب صفحة 361 في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه دمتم بخير وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر